على كل حالة نبدأوا على بركة الله بعد أن نغلق قوس الفقيد لنترحموا عليه ونروح مباشرة للموضوع الأول في النقاش اليوم تم ترسيم بيتكوفيتش مدربا للخضر إلى غاية 2026 هل سيشهد المنتخب الوطني تغيرات جدرية بمجيء المدرب السابق للمنتخب السويسري نبدأوا بسامير العماري هذا المدرب الذي تحدثنا عليه لأسابيع وأسابيع وفصلنا في الأمر هذا كاللعب سابق كاللعب وسط ميدان درب المنتخب السويسري لسبع سنوات تقريبا هل تعتقد أنه المدرب المناسب للمنتخب الوطني خاصة أن المفاوضات طالت نوعا مع أقسينا وتمت إقالة المدرب الوطني السابق يوم 23 أو يوم 25 جنفي تقريبا أكثر من شهر لتعرف على المدرب الجديد هل هذا أنت كنت من الناس اللي تقول يجب التريط وقيام بالخيار المناسب هل تعتقد بأن الوقت الذي استغرقته المفاوضات طبيعي أخذنا الوقت الكافي لاختيار الأنترينير المناسب نظن أن الأنترينير يستوفي الشروط اللازمة لتحكم منتخب وطني هو كان ضمن القائمة على اللجنة التقنية بين أبرز الأسماء اسم الأول تقريبا 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 لقد اقترحتهم لعب دولي سابق كما قلت لعب في هذا النبو لدينا كلاب كما تقريبا 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 لتحكم منتخب الوطني بعد بعد يقريبا الآن أن اتباه اخشارك صورة فإنها تقريبا وكما تقريبا وإنها تقريبا كما تقريبا هل تقريبا وانا ما اصلنا لا تقريبا عندها الإمكانية الإمكانية اللي ما كانتش عندنا في معال المنتخب اللي نحاوه الجمال بالماطي دونك دونك شبونس هل يكون تغييرات أنا شبونس الانترينور كي شفناه كيفاش يعمل أولا هو يهتم بزاف بالجانب التاكتيكي كما يقولون سيتان انترينور تاكتيسيا سيتان نكس ميليو تيرا دونك يعرف كيفاش يبني اللعب يعرف كيفاش سيتانا كما يقولون انترينور جوار يهتم بزاف اللعب يحب اللعب الجديد يحب اللعب الليكي يحب اللعب في بعض الحياة حتى بخمسة مهاجم والا يبني اللعب سيتاني يبني اللعب يلابش نبورت كومو سيتاني يجولوا كاتر وطرور كاتر وطرور سيتاني نعرفو هذا السيستام هذا لكن لديك جوار بلوار سيتانترينور تاني يحب يلانسي يلانسي الجوار يحب يلانسي يخدم يلانسي يعني متعطيشين الى اهدف الى اهدف جديدة أنا انتظر ان يكون هناك تفاصيل فالي فو شانجيري شوزوني البعض يقول بانو ما عندوش تجربة في افريقيا صحيح انو تفوق او مرة امام المنتخب الفرنسي في يورو الفين وعشرين بدربة ترجيح بعد ما كان خاصر 2 مقابل سفر تكتيكيا تفوق انا ذاك على ديشان ولكن البعض يتحدث على بعض هذه الايجابيات السلبيات يقال بانو ما عندوش اللغة ما يتكلمش اللغة وما يعرفش القارة الافريقية اللغة تكلمنا عليها وقلنا باللي الفوتبول ستين لونجو انا ما منش ما منش بهذا المستوى سيكال كان كيبوس دي برويه والي جوار تعنا كان بزاف لجوم من الخارج يعني يعرفوا هاد هاد اللغة تاكورت القدم اسمح لي العبارة هدي تاع ما يعرش كل افريقي انا بول ما هذا كلام فارغ الفوتبول واحد فلzon الأمريك فلن أوروبي وفلن الافريق الفوتبول هو الوحيد صحيح 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 كيف حده هاد يعرف الفريقي وأنا ما يعرفش أنا واحد أفريق لأفريق يا أفريقي أفريق یا هو فتبول لأوفم لحنا انا ملح وكذا ينبط الشهر لالتبع ستحضر ومعاد، هل تعتقد أنه الخيار الأنسب؟ وماذا يمكن لبيتكوفيتش أن يقدم للمنتخب الوطن؟ الخيار الأنسب من بين الأسماء التي كانت مطروحة على طاولة من أجل الاستقدام ربما هو الخيار الأنسب في نظر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم التي في الأخير اختارت بيتكوفيتش بيتكوفيتش بالنظر لعدة معايير حتى تكون في صالح المنتخب خلال التركيب اليوم اللي عندنا ربما من خلال طريقة لعب المنتخب طريقة اعتمادنا على لعبين اللي رح يكونوا يتأقلموا مع طريقة هذا المدرب اللي هو معروف عليه عنده مدرب عنده فلسفة لعب ومدرب مرن طاكتيكيا تحددت أنت وقلت أنه من المدربين اللي يفضلوا أربعة ثلاثة ثلاثة كذلك لا مدرب لي يفضل يلعب أربعة أربعة ثنين يفضل يلعب ثلاثة خمسة ثنين يلعب ثلاثة خمسة ثنين فاز بهذا السيستام هذا فاز بكأس إيطاليا مع لازيودرون سنة 2013 ومن هناك يعني صنع اسم وتم استقدامه للكورة السويسرية والمنتخب السويسري اللي ما كانش منتخب قوي في أنا داك ما حققش نتائج في أوروبا ودوليا لكن بما جئوا خداق قفزة نوعية ولو أنه كان عنده لشاكيري شاكا كانوا عنده جيل متميز أنا داك مع المنتخب السويسري ولكن أردوان ما يكفيش عندك جيل متميز وتكون عندك مدرب محدود المدرب اللي عنده جيل متميز ويكون عنده أفكار بإمكانه أنه يحقق نتائج ومثل ما كان الأمر بالنسبة لبيتكوفيتش مع المنتخب السويسري لذلك هذا ما ننتظره اليوم من بيتكوفيتش مع المنتخب الوطني نذكر فقط أنه وصل لربع النهائي في بطولة أوروبا 2020 أقصى أنا داك المنتخب الفرنسي وأقصية على يد المنتخب الإسباني بضربات الترجيح مع إسبانيا المركز الرابع في دور الأمم الأوروبية سنة 2019 تم النهائي دور تم نهائي في كأس العالم 2018 والدور تم النهائي أيضا في بطولة أمم أوروبا 2016 هو أردوان إذا ما شفنا سيرة تاعه سيرة محترمة خاصة من خلال المدرب اللي عمر طويلا في المنتخب السويسري نعم أربما تجربة كانت قصيرة مع بوردو كانت تجربة فاشلة مع بوردو كانت فاشلة بأتم معنى الكلمة لماذا أردوان أولا كان فرق بين المنتخب والنادي نقطة ثانية أنه نادي بوردو أنداك كان مر فترة انتقالية لأنه قام بشراء رجل الأعمال كان عنده نادي في بلجيكا ونادي في بورتيغال تذكر جيدا وشراء قام بشراء كذلك نادي بوردو نادي بوردو في تلك الفترة لم يكن بذلك الفريق القوي كان يلعب على سقوط البقار الدليل عنده كان تركيبة منه لعبين جزائريين كانوا مديوب كان زرقان ليجوا البطولة الجزائرية ومقدروا لما يشفناهم لهذا تعطيك الانتباع أنه ما كانش عنده تركيبة وتأتي عداد قوي وغادر فيه منتصف الموسم ولا يمكن الحكم على تجربة مدرب مع نادي مثل ما يكون مع منتخب وطني علي بن شيخ هل سابق لأوان الحكم على هذا المدرب البعض يقول بأن الاتحادية وضعت أتقاف في هذا المدرب هذا خيارت على الاتحادية وبالتالي إذا فشل المدرب هل أنت معه اللي يقولوا بأنه إذا فشل المدرب الاتحادية فشلت أو البعض الآخر يقول لك لا لا يمكن أن نحمل المسؤولية للاتحادية لأن الاتحادية تقدر جيب لك زين دينزيدان أو مورينيو أو غوارديولا وهذا هو من أحسن المدربين في العالم إذا فشلوا هذا لا يعني فشل الاتحادية هل أنت معه ما يقال في هذا الطرف أو من الطرف الآخر وما تعليقك على هذا التعيين أنا هل يتاع لو كان ما يدرش ريزلطها لا أفضي أصفهم فشلت أساسية كلام كلام سمح لي كلام شارع هذا لا لا أفضي أصفهم وشن دورتها جابت مدرب في المستوى أو معروف واحدة نذكره فقط بالنيغوسياسيون لا نستعرف ربما لأننا نتابع لك على بلدك ونحن على بلنا كصحافيين الجمهور تم الاتفاق مع الرجل على راتب شهري تقريبا نصف الراتب الذي كان يتقضى الناخب الوطني السابق مع دي بريم دوبجيكتيف يعني منح متخصة بالأهداف تروح لكاس إفريقيا تلحق للنصف نهائي أو الربع نهائي العقد فيه تدور الربع نهائي في كأس إفريقيا القادمة بالمغرب وتأهل إلى كأس العالم لكن تلحق ديمي فينال عندك طون دارجون تلحق الله فينال عندك طون تلحق تدي الكأس إفريقيا الفين وخمسة وعشرين وتروح لكأس العالم مثلا هذا أبجيكتيف قطع لازم تروح لها ولكن إذا تأهلت للدور الثاني أو الدور الربع نهائي عندك أموال من جهة أخرى أيضا تم الاتفاق مع الرجل على البقاء في الجزائر طيلة كل شهر تلت أسابيع من كل شهر لحد الآن مع إمكانية طبعا أن المدرب هذا يروح يعاين بعض اللعبين يعني في أوروبا دونك أنا قلت لك بلي عود أعطال قيمتها عود أرجحها لما كانها واحدة المدرب هذا يا أنا كي باشر أني شوف فيه لعب فوتبول لعب ستهم ميليو التيران وقاعد لكتاليكس يوغوزلافي قاعد يلعبوا فوتبول شباب أنا جو بونس كي يفعل تورني لكيب لنشوفوا العكس كنا نشوفوا لما جو ريتيش كبار شوية وكالك جن كي لي ملعبوا شخص لأنني ما زالهم صغار دونك اليوم أنا نشوف في معاد المدرب راح يدور إمي بوكو جن أوتور دوساتيكيب جن يكونوا ممكن محرز ليماني كالكوزا ليكونوا أوتور دوساتيكيب إميسي للمجوريتي أنا نشوف هكذا يا على حسب ما نشوف لكن بعض المعلومات علي بن شيخ هنا مدابية نتناقش معك أنتا وسامير ومعاد أيضا تقول بأن الرجل سيحدد ربما تغييرات جدرية في داخل المجموعة يقال بأنه لا يحب كثيرا الأسماء ما نقولش الأسماء الرنانة ولكن الأسماء القديمة يعني للعب كأسفريقيا 2010 ولعب أيضا لسنوات عديدة ربما يريد لعبين جعانين لعب في المنتخب الوطني وجعانين الألقاب وجعانين انتصارات يقال بأن الرجل قد يغرب للتشكيلة وينزع بعض الأسماء هل أنت مع هذا الطرح أم لا أنا قلت لك بأش atoll قلت لك لأشعر بأن الرجل الأسفل وينزع بأن الرجل وينزع بأن الرجل لأن الرجل لأن الرجل يلعب في أمير ديفيزيون في أسفل في أسفل في أمير في أمير وينزع معهم كما تقولون مثل أمير بينهم الوصف يحتجب ويحبس ويحبس أو متى الحصب لا نعطي ما أمير أمير نوع أمير أسموت بينين لنحي ولي أنه لديه مش حال ما مدوش قاعدتك نعطيك أنا أسموت ما عايش نمدنا أسموت أنت مدتا رأك مسؤول على روح قاعدم سعنت تقول لي لا إيه ولا لا 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 نعم قولك لا إيه لا 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 ما تقللنا مبونحي فغولي هاد الأسماء ربما خلاص عليها المنتخب بوصيب لواي بوصيب 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 مشيغر هادوك مهام كاين 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 كاين